إذن مشاهدين ونواصل تقديم نشرتنا حيث طالب ممثل لشيوخ صعدة تحالف دعم الشرعية في اليمن باستمرار العمليات العسكرية حتى هزيمة الحثيين وخلال حضور وجهاء وشيوخ صعدة مؤتمرا صحفيا للتحالف أكد الشيوخ أن منطقتهم هي الأكثر تضررا من سياسات الحثيين المدعومين من إيران وأنهم يأملون أن ينزح كابوس الحثيين من على صدور أبناء صعدة ومن جانبه جدد الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالك اتهمه للحثيين بتجنيد الأطفال وأرسالهم للمعارك